مواجهة مصيرة بين طلاقع الجيش ونادي الزمالك على أستاذ الكلية الحربية في تمام التاسع مساء اللقاء يكون قوي جدا بين الفريقين اللقاء طبعا وجل من الجولة 16 كل فريق منهم عاوز يفوز النهاردة على أستاذ الكلية الحربية طلاقع الجيش بقيادة كابتن عبد الحميد باسيوني يسعى لإقاف نزيف النقاط بعد عدم تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات بدوري نايل جمع نقطتين فقط من 6 لقاءات ليتواجد في المركز 11 وقدر يجمع من كل اللقاءات 35 نقطة فأكيد بيسعى للفوز طيب لو رحنا النادي الزمالك الضيف النهاردة زمالك بيسعى مع جوزية جومز للحفاظ على الانتصارات وسط المشاركة ببعض الوجوه الجديدة خلال المباريات الحالية ويتواجد الزمالك مع جوزية جومز في المركز التاسع بـ 38 نقطة وفي الوقت الحالي بيسعى للزحف خطوة خطوة وانتصار انتصار يخليه قرب من المراكز المتقدمة يعد بقى جودوين شيكا من أبرز لاعبي فريق طلاقع الجيش في الوقت الحالي هو هداف الفريق في دوري نايل برصيد خمس أهداف وهيبدأ يعمل شوية مبغتات كده وقلق اللاعبي نادي الزمالك لاعب 20 لقاء سجل خمس أهداف ومن سوق حظ نادي الزمالك ان الهداف بتاعه مش موجود في اللقاء اليوم عندك أحمد زيزو طبعا منضم لمنتخب مصر أولمبي كل توفق لي مع منتخب مصر أولمبي في أولمبياد باريس ولكن زيزو مع نادي الزمالك لعب 19 لقاء قدر يسجل 9 أهداف ومش هكون موجود في اللقاء النهاردة ولكن في مفرقة فيما يخص الأهداف وخطوط الهجوم فنادي الزمالك من أقوى الخطوط اللي موجودة في دوري نايل بعد ما قدر يسجل حتى الآن 38 هدف وفي المركز الخامس من حيث قوة الهجوم ولكن ناحية التانية طلق الجيش تاني أضعف خط هجوم في الدوري بعد ما سجل 23 هدف فقط في 29 لقاء والزمالك في 24 لقاء سجل 38 هدف طبعا رحنا لتاريخ المواجهات بين الفرقتين في دوري مصري 35 لقاء اتقبلوا الفرقتين الزمالك فاز في 20 لقاء طلق الجيش فاز في 8 لقاءات والتعادل كان موجود في 7 لقاءات اتواجه الفرقتين مجددا في دوري تاني بالموسم الحالي بدوري نايل يوم 14 أغسطس المخبل ده هيكون طبعا ضمن الجولة الثلاثة وثلاثين مبارا بين الفرقتين دائما بيكون خارج طاقات طيبا يكون في منافسة قوية على أرض الملعب بين طلقاء الجيش ونادي الزمالك طبعا لمزيب من التفاصيل ومزيب من الأرقام والتحليلات هكون في الستوديو التحليلي بعد قليل مع الزميل العزيز كريم خطاب فانتظرونا